اليوم عندناش الكثير من عندنا خبرين اللي هنطلع بعديهم على فاصل عشان نستقبل ضيوفي الكبار بعد الفاصل ذهبية وفضية لمصر في أول أيام بطولة العالم لشباب الخماسي الحديث بالإسكندرية الخماسي الحديث من أحد الألعاب التي يعول عليها الحرق أو اللجنة المنطقة المصرية في تحقيق المدليات في باريس اللي كانت في باريس عشرين 24 وفي توكيو عشرين 20 الجندي اللي حقيقة لما جابنانا المدالية اللي جابها خلت منتخب مصر أو منتخبات مصر تعتلي أو يعني تقفز أكتر من مركز في ترتيب الأولمبياد بطولة العالم لشباب الخماسي الحديث تحت 17 سنة انطلقت مبارح واللي بتتلاقي في الفترة من 10 ل 17 يولي اللي احنا فيه على ملاعب الأكاديمية العربية للعلومة التكنيجية والنقل البحرية بالإسكندرية اللي دائما أبدا تستضيف بطولات الخماسي عشان عندها مدمار جيد جدا البطولة مشارك فيها 35 دولة سمعين الرقم وده رقم كبير طبعا بيدل على قدرة مصر التنظيمية وثقة الاتحاد الدولي فيها وده مش أول بطولة علامية تنظم في مصر كتير بتنظم بطولات الخماسي هنا في مصر البطولة بيشارك فيها تقريبا حوالي 350 فرد منهم 210 لعب ولعبة بالإضافة لوفد من الاتحاد الدولي ومكون من 17 فرد ولطبعا نجومنا نجوم الخماسي الحديث قائمة الدول اللي بتشارك في البطولة البرازيل بوركينا فاسو كندا الصين تايوان تشيك استونيا فرنسا جنبيا جورجيا ألمانيا بريطانيا أطاليا جواتيمالا المجر اليابان كزاخستان الهند كوريا الجنوبية الكويت المكسيك ملدوفا بولندا البرتغال سربيا جنوب أفريقيا أسبانيا سويسرا سوريا تركيا أوكرانيا الولايات المتحدة الأمريكية أسباكستان فينزويلا بالإضافة طبعا لمصر أم الدنيا لعيبة منتخبنا بارح إدروا أن هما يحققوا مدالية ذهب ومدالية فضة في منافسات نتائج الفرق شباب وشبات إذن نحقق الذهب في منافسات الشباب وبرضو حققنا الفضة وكنا قريبين جدا من الذهب في منافسات الشبات الحقيقة كل التوفيق للاتحاد برئاسة طبعا المهند الشريف العريان سكرتر عامي لجنة الولايات المصرية ورئيس الاتحاد الخماسي المصري كل التوفيق ليه كل التوفيق لأعضاء الاتحاد كل التوفيق طبعا لهذه المنظومة المحترمة اللي بتطلع عبطال عالم واللي بتنافس دائما أبدا على الذهب الخماسي بيعيش أفضل فتراته وعصور على الإطلاق شغل تخطيط احتكاك تنظيم إن شاء الله ننتظر مدالية واثنين وثلاثة في أولمبيات إن شاء الله باريس عشرين أربعة عشرين اللي خلاص فاضل عليها سنة يعني احنا بنتكلم في أوجست عشرين أربعة عشرين يعني النهاردة بنتكلم في سنة فاكرين الأولمبيات اللي فاتت لما قلتلكو والله يعني احنا لو نقدر نجيبلكو الكلام ده هنجيبهلكو قلتلكو هنغمض ونفتح لنا نفسينا باريس عشرين أربعة عشرين النهاردة احنا بنتكلم على اتناشر شهر كاون داون خلاص لبطولة الأولمبيات الجديدة اللي فاتت تلات سنين بس لأن البطولة عشرين عشرين تلعبت في عشرين واحد وعشرين حضرات تفتكروا عشان كورونا تلات سنوات ومر منهم سنتين كلام حل بصر الاتحادات اللي اشتغلت هتكسب وهتبقى لها إنجاز الاتحادات اللي ما اشتغلتش أكيد هيكون عندها مشكلة ترجمة نانسي قنقر